السلام عليكم اليوم يا تامن بدنا نعمل مراجعة للتركيب الجيولوجية والصدوة حكينا التركيب الجيولوجية هي بارة عن تشوهات أصبحت في الصخور بسبب تعرضها لقوة مؤثرة فيها طبعا حكينا عدة عوامل أدت إلى هذه التغيرات أو إلى أشكالها هي إما تركيب معدني للصخور أو درجة الحرارة وحكينا أن الصدع هو عبارة عن كسر في الصخر يحدث عندما يتعرض الصخور لقوة تؤدي إلى تحريك الكتل الصخرية على جانبي الصدع طبعا حكينا الصدوع تحدث في الصخور الهشة مثل الجرانيت والصوان وأخذنا أنواع الصدوع أول نوع قبل الأنواع ننتعرف على أجزاء الصدع حكينا أجزاء الصدع هي مستوى الصدع اللي هو عبارة عن السطح التي تحدث عنده حركة الكتل الصخرية والجدار المعلق هو كتلة صخرية تقع على الجانب فوق مستوى الصدع والجدار القدم بأنه هو الكتلة الصخرية التي تقع على الجانب الآخر اللي هو تحت مستوى الصدع يعني جدار معلقة على الجانب والجدار القدم على الجانب الآخر وحكينا عن أنواع الصدوع حسب حركة الكتل الصخرية نقسمها إلى ثلاث أنواع صدع عادي وصدع عكسي وصدع جانبي الصدع العادي اللي هو مثل هون عندك في هاي الصورة بحيث انه الصدع العادي هي انه حركة الجدار المعلق بتكون الى الاسفل بالنسبة الى الجدار القدم شوف كيف حركته الى الاسفل بالنسبة الى الجدار القدم طبعا ايش بصاحب هذا الصدع زيادة في طول القشرة الارضية اما الصدع العكسي اللي هو المعاكس له بحيث تكون حركة الجدار المعلق الى الاعلى بالنسبة الى الجدار القدم ويصاحب هذا النوع نقصان في طول القشرة الأرضية إذن صدع عادي وصدع عكسي التنين عكس بعض بالنسبة لحركة الجدار المعلق النوع الأخير من الصدوع اللي هو الصدع الجانبي حكينا بتحرك حركة أفقية ما منقدر نميز من هو الجدار المعلق من الجدار القدم مثل عندنا هاي الصورة كيف بتحرك الجدار المعلق والقدم حركة أفقية ما منقدر نميز من هو المعلق منهم القدم وما بيأثر ولا أي شيء يعني ما بيعمل لا زيادة ولا نقصان في طول القشرة الأرضية